وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة قد زار مقر الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان الفرنسي وكان في استقباله لدى وصوله مبنى الجمعية يائيل برون بي في رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية وعدد من النواب الذين حيث رحبوا بزيارة السمو إلى بلادهم معربين عن سعادتهم بالزيارة التي تجسد خصوصية العلاقات بين البلدين الصديقين كون فرنسا الوجه الأولى لزيارات سموها الخارجية منذ توليه رئاسة دولة الامارات من جانبي أكد رئيس دولة الامارات على ما يجمع البلدين من قيم مشتركة تتجلى في حرصهما على تعزيز التعايش المشترك والتواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب والدول ترجمة نانسي قنقر